هذا وقد شهد اليوم عقد ورشتي عمل تحضير يطين استعداداً لانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وذلك قبيل ساعات من انطلاقه حيث ناقشت ورشة العمل الأولى آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة أهداف التنمية المستدامة في حين تضمنت الورشة الثانية مناقشة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان ساعات تفصلنا عن انطلاق الحدث الشبابي الأكبر في العالم وهو النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم الذي تصديفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من يناير الجاري يسبق المنتدى عقد ورش عمل تحضيرية تضمنت تسليط الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء آجندة 2063 المهمة وهذا القضايا التي علينا أن نتعامل معها كشباب وبالرغم من اختلافاتنا السياسية كيف يمكن لنا أن نعمل معا وأن نجد مصلحتنا المشتركة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة هذه النقطة غاية فيها الأهمية لضمان العمل بالرغم من الاختلافات السياسية من أجل مصلحتنا المشتركة وفي التحديات التي تواجهها الشباب النهاردة أعتقد فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا 2063 أو التعجيل بتحقيقها يتطلب التعاون بين الجميع فيه تقديري أن التعاون بين الشباب الأفريقي يحتاج إلى أليات جديدة وأليات حديثة عايزين نتكلم في هذه الجزئية وعايزين وجهة نظر حضراتكم ورؤيتكم واطرحاتكم في هذه المسألة النقاط الممكن تكون مسمرة في هذا الجانب يأتي ذلك بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل للموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان حيث يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنزيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورشة التحضيرية النجاحة الكورونا تولد الكثير من المعاناة في كل بقاع العالم وقد أثر بشكل كبير على حقوق الإنسان لقد حذر الأمين العام من أنها لا تتهدد فقط التنمية وإنما أيضا تنظر بعدم الاستقرار لا نواجه فقط تهديد تحور الفيروس وإنما نحن الآن نعلم أن هناك الكثير من التدابير التي يبغى أن تتخذ من أجل ضمان توفير الدعم الكافي لأكثر الاحتياج لأكثر المحتاجين له أننا جميعا يبغي أن تكاتف وراء هذا الهدف ويعد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أهم فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة حيث سيتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي والإقليمي ترجمة نانسي قنقر